وتنضم إلينا الآن عبر الانترنت من تونس. السيدة فرانشيسكا البانيزة المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فرانشيسكا وحييك كالعادة على الجزيرة مباشرة. قبل دخولك مباشرة كنا نناقش ما تقوم بالولايات المتحدة الأمريكية حياء الإسرائيل وضغوط ما. أنت تعتقدين أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالضغوط الكافية لردع بن يمين نتنياهو عن استهداف المدنيين عن إيقاف هذه المجازر اليومية. إيقاف حالة المجاعة وإدخال المساعدات أم لا فرانشيسكا؟ أولا شكرا جزيلا على الاستضافة. أولا دعوني أقول بأنني ما أراه وفي الفضاء العام لا يسمح لي بالتعليق على أية ضغوطات حقيقية من الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف قتل المدنيين في أوقات صعبة جدا والوقع هو أسوأ من أن يتم إصلاحه. وهذا نهيك عن تدمير ما تبقى من غزة. ونعم أنا تابعت وبسرور حقيقة هناك المزيد من المساعدات التي دخلت إلى غزة. ولكنها لا تبقى الحل المباشر لحتى الامتثال بمحكمة العدل الدولية وبفتح المعابر. أبو تدريب أن هناك التزام على إسرائيل وكقوة محتلة من أجل أن تضمن وصول المساعدات الإنسانية بنفسها. نهيك عن السماح للإغاثة القادمة من الآخرين لدخول إلى غزة. هذا الأمر لا يحدث. والضغط الوحيد المعنى الذي ينبغي ممارسته في هذا اللحظة هي لغاية إيقاف ما يجري الآن. على المستوى الدولي على ما يبدو لا نرى أي ضغوط حقيقية مارس الآن. ولا جلسات مجلس أمن أو أمم متحدة. وكأن المجتمع الدولي بدأ أو مؤسسات المجتمع الدولي بدأت أنها فشلت. وأنها أدركت أنها فشلت. وستفشل في ممارسة أي ضغوط على إسرائيل لوقف هذه المجازر والمجاعة. هل هذا الطرح صحيح بهذا الشكل فرانشيسكا؟ نعم أظن بأن المشكلة هي ذاتها أن مجلس الأمن هو غير قادر على طلب وقف إطلاق نار بسبب الفيتو الأمريكي. وبالتالي نفس المسألة التي أشرنا لها سابقا وحقا تنويات المتحدة الأمريكية لا تمارس الضغوطات على إسرائيل تنعكس أيضا في ديناميكياته القائمة في مجلس الأمن. أنا لا أظن بأن هذا سيؤدي إلى شلل مجلس الأمن. فالشلل هو أصلا موجود ولطالما هو وجد لأشهر وهو فشل دريع لمجلس الأمن لضمان الأمن والاستقرار ولحماية الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني المحتل. ما خطورة أن نكون في عالم لا توجد فيه أي مؤسسات راضعة بمن يقومون بالإبادة الجماعية أو من يقتلون الناس أو من يجوعون أكثر من 2 مليون شخص أو إنسان على مرأة من العالم. ما خطورة أن يعيش العالم ومؤسساته المعنية بهذا الشكل منهارة؟ إن المنظمات موجودة إن المنظمات والآليات والأطر القانونية لإيقاف ومنع الإبادة الجماعية ولمعاقبة من ارتكب الإبادة الجماعية هي موجودة وجنوب أفريقيا هي قاضة إسرائيل من معكمة العدل التولية والتي نظرت في مسألة احتماليات الإبادة الجماعية فبالتالي كل شيء هو يتداعى فقط بسبب موقف الولايات المتحدة الأمريكية المعارض أريد أن أعود لمسألة أخرى منذ أيام قليلة إسرائيل قامت بقتل طفل فلسطيني بزعم 12 عاما وبعد ذلك اكتشف أنه كان يطلق ألعاب نارية فقتلوه على الفور لكن هذا ليس بجديد هذا يحدث للأسف الشديد وأصبحنا معتدين عليه الجديد هنا أن بينغفير وهو وزير الأمن الإسرائيلي قال أن الشرطة قامت بعمل صحيح ويجب دعم الشرطة في هذا السياء كيف تنظرين إلى مثل هذه الحوادث والتصريحات فرانشيسك؟ طبعا مسألة القتل كانت في القدس الحادث المأساوي هذا لا هذا الحادث المأساوي ولا البيانات الداعمة للوزير بنغفير هي أمر جديد لقد كان هناك خطاب شيطن فيه الفلسطينيين لأعوام وقد رأينا أن هذا قد وصل إلى ذروته وقد أدى إلى رفع أي قيود قد تكون لي الإسرائيليين أو رعاها الإسرائيليين في الماضي إن الوضع وكما قلت لك هو تجاوز مرحلة الإصلاح وهو يتجاوز السابع من أكتوبر نعم ارتكبت جرائم في السابع من أكتوبر أمام ضد المدنيين الإسرائيليين لكن هذا لا يفسر ولا يبرر ما الذي تقوم به إسرائيل تجاه الفلسطينيين بشكل أساسي في غزة ولكن حتى في الضفة الغربية وفي القدس في الأشهر الخمسة الماضية لأن الأمر صادم وبطريقة من ما الأمر ليس مفاجئ بالكامل لأن هذا ما أدى إليه الاستعمار الاستيطاني ومن التاريخ هذا ما يحصل مع الشعوب المستعمرة عندما يقوم مجتمع المستوطنين بمعاملة السكان الأصليين كمصدر تهديد ولكن ما هو صادم هو بأننا هنا نحن لم نعود في القرن الخامس عشر والسادس عشر الآن كل شيء موثق على الهواء مباشرة على شاشاتنا وفي وقت آني ومن قبل الضحايا أنفسهم ولا شيء يوقف الأمر هذا ما يجده أمرا صادما فوق كل شيء نعم نعم دائما هم يبررون أن ما يقومون به في غزة متعلق بحماس والفصائل المسلحة يعني اسمحي لي فرانشيسكا بشكل عام وأنا أعلم أنك لديك كثير من التفاصيل هل كان حال الضفة ورمالة والقدس أفضل حالا قبل يوم السابع من أكتوبر أو حتى بعد يوم السابع من أكتوبر يعني هل كانوا يعيشون الفلسطين كانوا يعيشون حياة جيدة وحقيقية أو الحد الأدنى منها قبل هذا التاريخ أم لا بكل تأكيد طبعا كل شيء كان أفضل من الوضع الحالي ولكن الوضع قد أصبح أسوأ بكثير مع مرور الزمن قبل عشرة أعوام مضت كان الوضع أصلا مريعا وقبل أربعة عشر عاما حتى ولكن في نفس الوقت لقد وصلنا الآن إلى ذروة إلى وضع غير مسبوك بالكامل وبالتالي وليس حتى قبل عامين قبل أن أصبح مقررة أممية كنا بتوثيق الكثير من الانتهاكات المريعة للقانون الدولي ضد المواطنين وكما قلت لكم بأن تعداد الفلسطينيين يتم معاملتهم كتهديد أمن شامل أينما تواجدوا ولكن الآن لا توجد أي قيود وبالتالي الفلسطينيين يواجهون تهديدا وجوديا خطيرا جدا ولا حماية لهم أمامهم ولا دفاع أمامهم هذا هو الواقع هل هناك أي بارقة أمل في المستقبل القريب لأن تتغير هذه الأوضاع أما أن هذا من الصعوبة بمكان لا ينبغي أن تتغير أمور يجب أن تتغير أمور وكل واحد فينا وخاصة في هذه الأوقات عليه القيام بكل ما في وسعه من أجل إيقاف هذا الذبح المستمر لإيقاف هذا العنف المستمر وأنا أرى أن هذا في صالح كل من الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء لأنه لن يعود أحد آمنا حتى يأمن الجميع بالمناسبة فرانشيسكا كيف تبعت فكرة إدخال المساعدات عبر البحر وفي الطبع قليل وقبل ذلك عبر الجو هل هذه الأمور كافية ومجدية أم لا؟ بكل تأكيد هي غير كافية إن الوضع كان أصلا على شفير كارثة إنسانية وعلى مدى سنوات من الحصار تم 60 عشر عام من الحصار تم الحديث عن هذا كان هناك عدد محدود من الشحنات تدخل قطاع غزة يوميا والآن مع تدمير معظم البنى التحتية المدنية ومع كل سبل الحياة سواء من قوارب الصيد إلى الأراضي الزراعية ولا توافد لأي طعام بسبب الحصار الذي فرضته إسرائيل منذ السابع منذ 8 أكتوبر الفلسطينة الآن هم على شفير مجاعة وهم على مستوى طارق جدا لأكثر من نصف مليون إنسان في حين أن الأغلبية العظمى هي أيضا في على وشك المجاعة في قطاع غزة حتى زملائي المقرر الأممي لحقي الطعام ماركو فارني قال بأن المشهد أبدا من هذا المستوى المسبوق من المجاعة على هذا السرعة لأن هذه كارثة من صنع الإنسان اسمحي لي يا فرانشيسكا أن أختم معك بسؤال يبدو شخصيا ألم تأسي من هذا العمل يعني أنتوا تتابعين وتكتبين تقارير وتتحدثين لا شيء يتغير الأمور تزداد مأساوية المدنيون يقتلون يوما بعد يوم على شاشات التلفاز ومجاعة حقيقية هل شعرت بالياسي من أن هذه الأمور أبدا لن تتغير هذه التقارير هذا العمل لا يأتي بفائدة أم لا بكل تأكيد أنا محبطة وأنا أتألم لأنه لا أحد يود أن يرى ولا أحد يود أن يوثق مثل هذا الواقع المريع يوما وراء يوم أنا أفهم اليأس الفلسطينيين في كل مكان وجدوا أولا وقبل الكل هلائك الموجودين في غزة والذين يتساءلون أين هو العالم لأنهم يعرفون بأن الكل يشاهد ما يحصل معهم بسبب التكنولوجيا هم يعرفون بأن الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي قتلهم سفك دمائهم تدنيس كل مقدساتهم النسيج الاجتماعي أيضا قطع بالتأكيد هم يائسون وأنا أشعر بنفسي شعوري اليأس ولكن نعرف أيضا بأن هذا لسوء الحظ ما يؤدي له الاستعمار الاستيطاني ولهذا السبب أنا أقول بأن لكل واحد مننا دور يلعبه لا ينبغي لأحد أن يسكت ولا أحد ينبغي له أن ييأس أمام هذه الأعمال الوحشية لأنه ينبغي علينا أيضا التعامل مع الجذور الأساسية لهذا الظلم والذي أدى إلى السابع من أكتوبر فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة كنت معي متونس شكرا لك جزيلا فرانشيسكا اشتركوا في القناة